ولذلك لازم نعرف أن مفسدات العلاقة دي زي ما أشار الدكتور محمد إلى بعضها منها جهل شديد بأساس العلاقة دي اللي هو التباين ما بين الزوجين وكمان أنه مبني على الاهتمام والاحترام والتأدير وكمان الأمان لو محسس كل شرك من شركاء الحياة بهذا في العلاقة العلاقة ما بتكونش في شكلها الصحيح كمان مشاكل التواصل محدش بيسمع التاني أنا شايف أن احنا لازم نتكلم عن ده مع بعض إذا ما نكلمناش ده مع بعض هيلجأ الزوج للأسف للمشاهدات وعشان كده كمان بتحصل مشكلات من هذه المشاهدات العمر التاني التدخل الخارجي وإفشاء الأسرار عارفين يعني إيه إفشاء الأسرار يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حذرنا إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها الكلام مع الأهل والأقارب ولا الكلام مع الأهوة مع الناس ولا الكلام مع الأصحاب لما بيوصل ده للشخص بيحس إنه أتعرع أو بيحس إنه أصغير هي تحس إنه يتعرد وهو يحس إن واحدة بتقول إنه عليه إنه هو مش راجل يبقى بلاش الكلام في الأمر ده بلاش التدخل الخارجي نقعد مع بعض ونتكلم والصور النمطية بقى اللي جاي من المشاهدات اللي بتخسل العقول وتضللها وتفسدها وتخلي الناس حسين في العلاقة بصور هي أصلا مش موجودة في العلاقة الطبيعية ساعات بتوصل الناس إلى العلاقة أشبه بالعلاقة الباهمية كمان الأخطاء غير مبررة ما فيش ست بتقدر تكون علاقتها متزنة مع راجل اللي هي حاسة إنه خانة ولا راجل ممكن يعمل علاقة ما هو واحدة حاسة إن ألبها متعلقة بابن خالتها اللي ما عرفتش تجاوزه فلازم نعرف الكلام ده لازم نفهم الكلام ده بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر